أفادت وكالة رويترز أن أقليم كردستان العراق سيجري انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأول من شهر 22 نوفمبر المقبل وكان رئيس تحالف القوى العراقية طرح مبادرة لحل الأزمة بين الحكومة العراقية وأقليم كردستان وتتضمن المبادرة إشراك جميع المكونات في التفاوض وإلغاء الاستفتاء ونتائجه ومخرجاته فضلا عن منح الحكومة العراقية السيطرة الكاملة على المناطق المتنازع عليها مع الإقليم وأيضا على المنافذ الحدودية والمطارات وكذلك الإشراف على إدارة قطاع النفط وتصديره